تعالى هنطبق بقى على اللوب اللي اخدناها الفيديو اللي فات نشوف لو جلنا برنامج طريقة التفكير بتاعنا فيها تكون عاملة ازاي وازاي نقدر نستخدم الفور او الوائل البرنامج المطلوب دلوقتي عايزين نعرض المجموع الارقام من واحد لعشرين فازاي نفكر في برنامج بالشكل بات اول حاجة هنعملها هنبدأ نكتب بالانبوتس اللي احنا محتاجين نشتغل عليها انا عندي مجموعات الارقام من واحد لحد عشرين بتكتب بالشكل ده من واحد لحد عشرين محتاج تعمل فيهم ايه؟ محتاج تحسب الصنب اللي هو المجموعة انسى البرمجة خلص وفكر في الموضوع ده لو انت عايز تقوم بالمهمة دي في حياتك اليومية عادي عايز تجمع مع شوية ارقام او شوية عمليات حسابية هتعمل هنا ايه؟ هتبدأ تلف على رقم رقم وتجمع كل رقم على اللي قبله وتخزن المجموع فراسة لما تخلص في الاخر دي بقى انت خلاص بصلة المجموع النهائي بيسوي كام ويرد ان انت تلغبط وانت بتجمع فهتقول خلاص هستعين بحد من صحابي مثلا انا هقرأ الارقام رقم رقم وابعت كل رقم لزميلي اللي مسؤول عن الجمع بحيث كل ما بعت له رقم هو يجمعه على اللاب فيبقى في واحد بيعد الارقام او بيلف على الارقام وفي واحد تاني مسؤول عن عملية الجمع اللي بيلف على الارقام موضوع اللف ده بالنسبانك هو هكذا انت بتعملها بشكل متكرر ايزا هو ده بالنسباننا يمثل اللوم انك بتلف على مجبوعة ارقام وايه اللي انت محتاج تعمله في كل مرة بتلف فيها ببعت رقم لزميلي اللي مسؤول عن عملية الجمع فهو بيجمع كل رقم على اللاب فاول مرة خالص قبل ما ابدأ الف على اي حاجة انا جيت سألت الشخص المسؤول عن الجمع بقول له انت معاك كم دلوقتي هيقول لي مش معايا حاجة طب كلمة مش معايا حاجة لو احنا عايزين نصغها رياضيا هنصغها ازاي لكنك بتبدأ بصفر معاك كلمة مش معايا حاجة يعني صفر شمعنا الصفر عشان لما اقول له دلوقتي اجمع الواحد على اللي عندك وهو مش عنده حاجة فلما يقول واحد زائد اللي مش معايا اللي هو الصفر فيديني واحد اذا هو اختار انه يعبر عن كلمة مش معايا حاجة بالصفر لان الصفر لو اتجمع على اي رقم مش هيأثر على المجموع في اي شيء ثم بعد كده لو بنت جيت بقى بعدت له واحد رياضيا هو حصل في دماغك كده قال ان الصم الجديدة هي بتساوي الصم القديمة لما جمعت عليها الواحد اللي انت بعته الكلام ده اصبح معناها ايه معناها الزيرو اللي هي معاه اللي هي مش معايا حاجة يعني زائد الواحد فاصبح ان الناتج بيساوي واحد ثم بعد كده انت لفيت على الاتنين بعتله الاتنين فهو قال خلاص يبقى الصم بالنسبالي بيساوي نفس الكلام الصم القديمة اللي فراسي لما جمعت عليها اتنين طبع الصم القديمة اللي فراسي بتساوي كامل بتساوي واحد فلما جمع عليها الاتنين بتساوي التلاتة. ثم انت لفيت على التلاتة بعت بهله فطبق نفس المعادلة تاني. ان اي صم جديدة عايز احسبها هي عبارة عن الصم القديمة اللي فراسي. لما جمعت عليها الرقم الجديد اللي انت بعدته لي. فاصبح ان الكلام ده تلاتة زائد تلاتة بيساوي ستة. طب لو احنا عايزين نعبر عن الكلام ده بشكل رياضي. مش نقدر نقول ان احنا بنلف على مجموعة ارقام. فانا هعبر عن الارقام دي كلها بمتغير اسمه. حيث ان المتغير ده مش بيشيل واحد بس. ده بيشيل عدة ارقام محصورة بين الواحد لحد العشرين. في الحالة دي صاحبك المسؤول عن الجمع هيجمع بالشكل الايتي بيقول انا الصم الجديدة دايما بحسبها عن طريق الصم القديمة لما جمعت عليها الاي حيث ان الاي بالنسبة لي هو الرقم اللي صاحبي بيبعته لي كل شوية. بكل لفة يعني. خيب انت كده فهمت الموضوع فكريا ماشي ازاي? ورياضيا بنعبر عنه ازاي? احتاجت متغير هو اللي بيشيل او بنعبر به عن الارقام اللي بنلف عليها. واحتاجت هنا معادلة حسابية حيث ان المعدلة الحسابية دي معتمدة على الرقم اللي بتبعت او المتغير اللي كل شوية بتبعت بقيمة جديدة. فتقدر بقى تصيغ الكلام ده برمغيا ازاي? هبص هنا في التاسك بتاعة الشخص اللي كان بيلف على الارقام. دفع انا كلمة بيلف يعني اللوب. واللوب احنا اخدنا دي مجموعة ايه بتاعته? المتمثل في عمليات الجمع. خلاص عرفناها عمليات الجمع. طيب هي دي بدء بكام? بدء بواحد? فتقدر تقول ان في عندي ده كان بادئ بواحد وده اول وهينتهي عند العشرين فتقدر تقول ان هي اقل من او يساوي العشرين. وده تاني كومبوننت. وعشان تنتقل من واحد العشرين كنت كل مرة بتزود واحد فده معناه ان في عملية زائد زائد وده الكمبوننت التالت. ثم الكمبوننت الرابع بالنسبة لك خلاص احنا عارفينه اصلا من البداية كان اهلا وهو عملية الصمشة. تكون اهلا عليه لو انت عايز تعمل تطبيق للكلام ده وتحاوله بقى للكود وتكتب برنامج كامل. هتقدر تقول ان في الاول انا استعانت بشخص خاص بعملية الصم وكان في الاول مش شايل اي حاجة. ثم اضطريت اعمل لوب عشان الف على كل الارقام اللي معايا بداية من الواحد. وانا عارف ان اخري عشرين. وفي كل مرة كنت بزود واحد. عشان بعد كده بعمل هنا عملية جمع. كان متمثل في المعادلة بتاعت الصمشن. صم بيساوي صم زائد الاي. بس انت عارف رياضيا ان المعادلة دي نقدر كمان برمجيا نختصرها في شكل تاني باستخدام الكومباوند قصيا منت عن طريق ان انا بقول ان الصم زائد بيساوي الاي. فاقدر هنا اكتب كده ان الصم زائد بيساوي الاي. اذا انت عملت عمليات الجمع. وعندك الفاريابي اللي اسم الصم. اللي بيجمع كل الارقام اللي بيلف عليها. السؤال كان في الاصل ان احنا عايزين نعمل بقى للصم النهائي. وبالتالي نقدر ان احنا بعد الفور في المكان ده كده نعمل عملية للصم بتاعي بيساوي كده. حد ممكن يقول طب احنا ليه ما حطناش الصم في السطر الجوة الفور هنا في السطر واحد وليه حطناه في السطر رقم اتنين. لو سطر السي اوت اتحط في رقم واحد هنا معناها ان كل عملية جمع انت بتحصل عليها بتجمعها في نفس الوقت. يعني في كل رقم معك بتجمعه وبتطبع لي اخر مجموع وصلت دي هو كام. فانا بقول للشخص كده اجمع لي واحد معك كام. اجمع لي اتنين صم معك كام. اجمع لي تلاتة صم معك كام. وهكذا لحد العشرين. ومش ده اللي احنا عايزينه. احنا عايزين نطبع المجموع النهائي. فكلمة المجموع النهائي يبقى لالشخص بتاعي الصم شغال. واللوب بتاعي شغال على كل الارقام عمال بيجمع. ولما يخلص خالص بقى يعني الفورت انت اي. ازا بعد السطر بتاع الفورت. هبدأ اكتب سطر لسي قاوت بتاع. سي قاوت صم بالشكل اللي قدامك ده. تعال انا عدل بقى في الطلب بتاع البرنامج. باعلي مجموع القيم الزوجية من واحد العشرين. ازا عايز من واحد لحد عشرين اه قام الزوجية فقط لا غير. يعني اتنين. عايز تلاتة عايز الاربعة. مش عايز الخمسة عايز الستة. عايز السبع عايز الثمانية وهكذا. طيب من واحد العشرين. هي الواحد اصلا زوجي? لا ده الواحد فردي. ازا اكن الواحد اصلا اكنها مش معي. يعني هتجهلها مش هبص عليها. هبدأ ابص من عند الاتنين. فاكن انا سمعت السؤال مجموعة زوجي من واحد للعشرين بس لان الواحد بالنسبة لي هو مش زوجي فانا نطيت نطة زيادة قدام عند الاتنين واعتبرت ان السؤال الارقام الزوجية من اتنين لحد عشرين. طب من اتنين لحد عشرين بالقايم اللي قدامك دي عشان توصل لكل عنصر فيهم. يعني ايه بالعنصر اللي قبله? مكيد علاقته ان اللي قبله زائد اتنين يوصلني للبعض. يعني اتنين زائد اتنين باربعة زائد اتنين بستة زائد اتنين بتمانية وهكذا. طب مش ده معناه ان انت ممكن تعدل في اللوب اللي قدامك دي يخلي ان اي بدأ اتنين. وده اول التعديل هتعمل. والتعديل التاني بدل ما هي اي زائد زائد ما تخليها اي زائد بيساوي اتنين. وبقى انت في كل مرة بتزود اتنين لشان توصل للقيم الزوجية فقط لا غير. وده احد التعداد. عدي تاني ممكن يقول لا انا هشتغل من واحد لحد عشرين. وفي كل مرة زائد زائد زي منا. ولكن الصام اللي قدامي ده انا مش هجمع كل العناصر اللي بلف عليها. لو العنصر ده زوجي بس هجمع. طب لو كان فردي. لا مش هجمع. طب مش ده معناه انك انا عايز تعمل كوندشن. كوندشن ده بيقول ايه? بيقول اف ان الاي اللي بلف عليها هي رقم زوجي. طب يعني كلمة رقم زوجي. رقم زوجي يعني بيقبل الاسمة على الاتنين. ويعني كلمة بيقبل اسمة على الاتنين. يعني المقسيمة على الاتنين الباقي بتاع الاسمة بيساوي صفر. وكلمة باقي الاسمة احنا اخذناها في البروجرام. نجيب فيديو من الفيديوهات قبل كده ان هي معناها او بالشكل ده. فنقدر نقول ان ال اي الاتنين بتساوي بتساوي صفر هي دي كده بالزبط اللي بتريبرزنت وتمثل ان ال اي هي عنصر زوجي. طيب نشغل بالسؤال كمان احنا عايزين مجموع الارقام مش الزوجية لا الفردية من واحد لعشرين. ازاي انت محتاج تمشي من واحد لحد عشرين بتعمل سكيب للاتنين وتدخل على التلاتة تعمل سكيب للاربعة تدخل على الخمسة تعمل سكيب للستة تدخل على سبعة وهكزا لحد العشرين طبعا مش هتكون معايا اضطرها في عند اللي قبلها. المهم ان انا بادئ من واحد وفي كل مرة هزود اتنين فتوصلني للرقم اللي عليه الضوء واحد واثنين تلاتة تلاتة واثنين بقت خمسة خمسة واثنين بقت سبعة وهكزا. بتقدر تقول انا هبدأ بواحد زي منا بس هخلي دي اي زائد بيساوي اتنين عشان يبقى انا واحد تلاتة خمسة سبعة تسعة وهكزا. بكون ماشي على القيام الفردية. او حد يقول لا انا مش عايز اعمل اي بلس بيساوي اتنين. انا اشتغل بالطريقة التقليدية اي من واحد وفي كل مرة بزود واحد يبقى انت اكيد محتاج تعمل الكون دي بتقول فيه ان لا تقبل الاسمة على الاتنين. معناها ان الاي الاتنين لا تساوي الصفر. لو تقدر تكتبها ان الاي الاتنين تساوي تساوي واحد الاتنين بالزبط نفس الحقيقة. وببقى نقل عليه لو احنا عايزين نكتب الكلام ده كولينج زي ما شفنا من شوية كتاباتا بالقلم كده. فكتب بالشكل اللي قدامك ده عندي هنا زي ما قلنا بدء بصفر ودي اللوب المتغير الاي بدء من واحد لحد العشرين اقل مين او ساوي العشرين. كل مرة انت بزود واحد وهنا عملية الجامع ساوم زائد بيساوي الاي. ودي قوة الخاصة بيه عملية الصمشن. ولو انت عايز تعمل نفس الكلام ده بالوايل. اكيد مش محتاجين نضيع فيها وقت ونتكلم فيها. خلاص عارفنا الكندون انت بتاعة الفورد. نقدر نغير اماكنها بس بالسنتاكس الخاص بالوايل. فالصم التوجودها زي ما هو. طبعا ما عرفتش هنا انت تاني. لان انت اتعرفت مرة فوق فما ينفعش اعمل للمتغير مرتين. انا جزت بس ان انا رجعته بصفر تاني بحيس لما يجمع يكون بدء على نظافه من البداية خالص. وانا لسه مش معايا اي حاجة. ثم تحت خالص عملية الناتج بتاع الصم بيساوي كزا. ودي بالنسبة لك مبنية على فقط لا غير. ويكون موجود فوق هنا في المكان الفوق ده. ثم عندك هنا عملية وقابلها في الصم بيساوي كزا. فلما تيجي تعمل طباعة الكلام ده يشتغل معاك بدون اي مشاكل والاتنين هيديك نفس النتيجة. من الغباع مش محتاجين نتكلم عنها دلوقتي. اللي نركز مع الفور اكتر شوية. وزي ما قلنا لو احنا عايزين نجمع الاقام الزوجية فقط لغير فانت بدأت من اتنين وكنت هنا بتقول زائد بيساوي اتنين. لو انت عايز الفردي فهتبدأ هنا بس بالواحد ونفس الكلام زائد بيساوي اتنين. طيب لو انطلب منك انك تعمل برنامج واحد فقط بيعمل الاتف. بيطبع مجموعة القيم الزوجية وبعدها مجموعة القيم الفردية. بس الاتنين في نفس اللوب. يعني السؤال جاء لك الاتف. استخدم لوب واحدة بس. عشان تطبع لي مجموعة العناصر الزوجية ومجموعة العناصر الفردية تلغمها على حدة الارقام من واحد لعشرين. نعمل الكلام ده ازاي? يبقى انا في الحالة دي مش هينفع ان انا اعمل زائد بيساوي اتنين. محتاجة لفة على كل الارقام. بحيس ان يكون فيه لو انت زوجي بجمعك في الجامع بتاع الزوجي. ولو انت فردي بجمعك في الجامع بتاع الفردي. طيب انت لسه مش فاهم? خلينا نبص كده في التفصيلة الصغيرة دي. انا عندي نفس الارقام اللي هي من واحد لحد العشرين بنفس المنظر اللي قدامك كده. كنت زمان بعمل مجموعة واحد فقط لانه كنت بجمعك كل القيام. او حط بجمع الزوجي فقط او الفردي فقط فهم? مش بحتاج. غير شخص واحد بس خاص بالجامع. دلوقت انا عايز في نفس اللوب اعمل عمليتين جامع. واحدة بتجمع الزوجي لما تشوف الزوجي واحدة بتجمع الفردي لما تشوف الفردي. مش ده معناقك انك استعانت شخصين اتنين بيساعدوك. واحد اسمه صام خاص بعملية الايفن. عملت صام اي. والتاني خاص بعملية الفردي فكتبت صام او. انت بادئ بكام? انت بادئ بصف. وانت بادئ بكام? انت بادئ بصفر. لكني بقول انا كشخص دلوقتي بلف على الارقام. لما انت تسمع من رقم زوجي طبق الجامع عندك. لما تسمع فردي ما لكش دعوة. في واحد تاني والله يطبق الفردي. فلما اقول الواحد. الكنديشن بتاعه هو الواحد ده فردي. فيدخل في المكان ده يتجمع. لما اقول اتنين. هو زوجي فيدخل في المكان ده يتجمع. طب مش ده معناه ان الاي اللي بتشيل القيم اللي قدامك دي انت بتعمل عليها كونديشن بتقول. طب ما تشوف لك كده الاي دي ازا كانت زوجي في الحالة دي. الجامع اللي بيشتغل هو بتاع الاي فقط لغير صام اي زائد بيساوي الاي. طب معناها ايه? لو ها مش زوجي يكون معناها ايه? هي ابيض يسود. انت مش زوجي. يبقى انت اكيد فردي. فالس دي معناها انك واقعت في الحالة بتاعت الفردي. ان عنصر الاي يعني فردي. وتقدر هنا تقول ان سام او زائد بيساوي الاي. فاصبح ان الشكل اللي قدامك ده هو ده بتاع اللوب اللي فيه بقول فيه عملية جامعة مختلفة لكل كيس سواء كان زوجي او فردي. بحيس لما خلص اللوب بالنسبة لي. والفور خلص الاقواص بتاعتها. فقدر اعمل جملتين واحدة تطبع الصام اي والتانية تطبع الصام اي. عبوناها نعليه هو ده الكود بتاعت هينكتب بالشكل ده. في عندي متغيرين واحد صام اي خاص بالايفن والصام اول هو خاص بالاود والاتنين بدقين بالزيرو. اللوب بدأ من واحد ده حد العشرين. وكل مرة انت بتزود واحد بلاس بلاس. ثم الجامع بقى هو ده اللي فيه التركائي. انا فيه عملية جامع بعملها الايفن مختلفة عن يعني العنصر ازا كان زوجي. فبيتجمع على اللي قبله اللي كان موجود في الزوج. الجامع بتاع الزوجي اللي هو الصام اي. فاصبح ان اف لو بتقبل اسم على الاتنين. اي نودلس الاتنين بتساوي بتساوي صفر فانت بتجمع على الزوجي. الس معناها انك في حالة فانت بتجمع على الفردي. فانا كده ضامن ان اللوب دي خلصت. وان اللي قدامك دول كل واحدة شايلة مجموع العناصر اللي بتخصها فقط لغير سواء كانت زوجي او فردي. فتقدر بعد كده انه تعمل جملة طباعة لكل واحدة على حدة بالشكل المتامك ده. فلما انيجي نعمل تنفيذ هتلاقي ان مجموع كذا وان مجموع كذا.